مبارح المنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي أصبح أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم طبعاً ده إنجاز بالنسبة لعرب إنجاز كبير جداً شفنا مبارح إزاي فاذ هذا المنتخب على نظيره الأسباني بركالات الترجيح بنتيجة 3-0 وده عقب انتهاء الوقت الأصلي وإضافة الأشواط الإضافية كمان مبارح صعد منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري بعد فوزي بسوداسية الكلام كله ربما في كأس العالم بيتكلم عن مفاجآت ربما هذه المفاجآت ظهرت في البداية ولكن يوماً بعد الآخر بتتجلل حقائق وتتكشف ونشوف مين الفرع اللي فعلاً حتصعد للأدوار النهائية النهاردة هنتكلم عن إنجاز المغرب هنتكلم عن صعوده التاريخي هنتكلم أيضاً عن مباراة سويسرا والبرتغال بصعبت النهاردة ناقد رياضي الأستاذ سامح سمير منوارنا في السوديو صباح الخير مصر أهلاً بيك يا سبيل أهلاً بيك يا سبيل مصطفى وأهلاً بيك يا سبيل بسان صباح الخير عليكم وعسنا مشاهدين جميعاً صباح الخير عليك يا سبيل أهلاً بحضرتك إزاي شايف إنجاز المنتخب المغربي بالنسبة للعرب؟ النهاردة بنتكلم أنه هو أول مرة ده يحدث في التاريخ إزاي نقدر نصفه؟ ورغم أن المباراة ربما انتهت زي ما احنا عارفين بالتعادل السلبي ولكن ركلات الترجحة اللي حسبت الأمر الله طبعاً المنتخب المغربي يعني مش أنا بس اللي بشوف ده العالم كله شايف الحمد لله يعني حاجة تشرف العرب حاجة تشرف إفريقيا إنك أنت تبقى رابع فريق إفريقي تصل لربع النهائي بعد الكاميرون وغانا والسنغال طبعاً فريق المغرب حطم كافة الأرقام القياسية للمنتخبات العربية أول منتخب عربي في التاريخ تاريخ مشاركات كاس العالم يصل لربع نهائي المنديال طبعاً يعني انتصار غير مسبوك أرقام قياسية أعتقد أنه ممكن تقعد تاني مئة سنة علشان تحقق المنتخب المغربي بيحققه مع احترامي المنتخب السعودي مع احترامي المنتخب المصري اللي بيحاول يوصل لكاس العالم مع احترامي الكافة الأسماء الكبيرة حتى منتخب تونس اللي عمل يعني موسم ولا أروع السنة دي في تاريخ في نسخة 2022 في قطر واللي نجح نحن هو يفوز على حامل اللقب طبعاً فرنسا أنا كنت شايف أداء أوروبي من تراث فريد فعلاً لمنتخب المغرب إلى جانب منتخب تونس اللي كان سيء الحظ ولكن هو لعب أمام فرنسا مباراة عليها جداً ما قداش هنساه لهو ولا منتخب السعودية ولكن المغرب طبعاً الحفلة كلها على المغرب العالم العربي كله بالضبط دي حياء العرب مبارح في قطر في باريس في كل حتة في العالم حياء كان يحتفلوا بالمغرب مبارح طبعاً إنجاز غير مسبوك وتحت قيادة مين مدير فني وطني حط تحت هذه الكلمة 100 خط وليد الرقراقي هذا المدير الفني مدرب المخضرم المحترم المحنك في إدارته للمباريات مبارح بلعب أمام أسبانيا المطدور الأسباني مبارح نجح وصود الأطلس في استياد الثور الإسباني ولكن طبعاً عشان تلاعب إسبانيا بالأداء ده عشان تواجه المطدور الأسباني بالرجولة دي في الملعب خلال أربع أشواط وكنت بتحرج المنتخب الإسباني وكنت هتحسم المباراة في الشوت الأول هو أتفاجئ بيك طبعاً لويس إنريكي على الخط يعني هيجنن الرجل يشد في شعر مش مصدق أن دول فريق عربي مش مصدق أنه هم فريق إفريقي مش مصدق أن المغرب بتاريخ المشرف طبعاً أن المغرب تاني مرة توصل بمناسبة في تاريخها عشان الناس تبع عارفة برضو السيدة المشاهدين تاني مرة توصل في تاريخها سعو المرة حقاً تحقاً لدور 16 لكن أول مرة توصل لدور الثمانية المنتخب المغربي برضو تاريخه أفضل بكتير من المنتخبات العربية والإفريقية اللي شاركت فيه المنديال بس ما كانش متوقع أنه هو يتحرج بالشكل ده لويس انريكي مبارح أهد على رجلية على الخط أهد نازل مش مصدق طبعا فالمغرب مبارح قد مواحدة من أفضل مباريات المنتخبات العربية والإفريقية والمغربية على مدار التاريخ طبعا طيب يعني المرمى المغربية لم تتلقى سوى هدف واحد بس يمكن ده يعني الهدف يعني كل فرقة يبقى دخل فيها أكتر من كده خلال البطولة دي وكمان الهدف ده بسهب خطأ دفاعي عندهم فهل ده معناه إيه يعني دي حاجة وهل الأسبان بقى في الناحية التانية إيه كانت مشكلتهم بالصحافة الأسبانية دلوقتي سلخة لعيبة الأسبان لا ده هم مبارح خرجوا عايز أقولك أننا قالوا يعني لفظ يعني إحنا صحفيا حتى مش بنتناولوا في منشطاتنا الصحفية بيبعندنا رقي أكتر من كده مبارح آه طبعا خرجوا مبارح قالوا إحنا كنا شبه المتسولين في المباراة وأننا تم القضاء علينا وموتنا في الملعب زي ما حصل لنا في 2018 2018 في روسيا طبعا كانوا قصيين بالأمس على المنتخب الإسباني وعندهم حق لأن المنتخب المغربي قدامهم كانوا فاكرين أنه حيبقى فريسة وهتطلع الصحف كلها تقول أن المتدور استادر لسود الأطلس في قطر وكانوا منتظرين طبعا أنهما يطلعوا بعنوينهم ومنتظرين أن العالم كله يتكلم عن تآهل المنتخب الإسباني فجأوا بتقلق منتخب المغرب فجأوا بعمالقة المغرب أشرف حكيمي وحكيم زياش وكل واحد عيلته مستنيا وممتوا في المدرجات حتى وريد الريكراكي اللي قال لهم أن أنا والديتي جاية تفرج على كأس لا مبارح كان في قصة وحدوتة وحكاية ورواية في قطر ما بين المغرب وما بين إسبانيا لويس إنريكي استفاز بالمناسبة مبارح الصحف الإسبانية هو اللي ادى لهم أنا ديوجة نظر المتوضع أنه هو اللي ادى لهم الخير أو ادى لهم الدافع أنهما ينتقدوا كتيبة المنتخب الإسباني أنه خرج بعد المباراة حية الجماهير المغربية في الملعب وحية منتخب المغرب وهو عنده لعبته كانت بتبكي لعبته كانت منهارة لعبته مش مصدقة وشايفين حتى هذه اللحظة أنهما كانوا المفترض أنهما يتأهلوا على حساب المنتخب المغربي فاللي حصل إنبارح يعني كان عكس كل التوقعات تماما وكانت حالة أحباط غير طبعية المنتخب الإسباني انبارح مسك المباراة بالمناسبة في آخر الشوط الثاني ومسك الشوط الثالث والرابع المغرب كان يحاول على استحياء في هجمات مرتدة قاتلة اللي هي بتعبت في المغرب ساعات ما كانتش بتصدق نفسه وهو رايح مفراد اللي يقتل بدنية مش مساعدة لكن قدروا على مستوى الدفاعي وعلى مستوى تقفيل وسط الملعب أنه هو يجبر المنتخب الإسباني أنه يخرج بالمباراة للتعادل وياسين بونو ما أدراك ببونو وياسين بونو طبعا حارس المنتخب المغربي من أفضل حراس البطولة طبعا هو أليسون بيكر حارس البرازيلي طبيعي طبعا ويستحق مرح بونو خلينا نتكلم عن كلمات السر يعني لماذا استطاع المنتخب المغرب يعمل كده يعني النهار ده مثلا على سبيل المثال كابتال المنتخب المغرب قال أنهم اضربوا على ألف ضربة جزاء علشان يقدر يوصلوا لهذا المستوى لمدرب أسباني يعني هل هناك كلمات سر نقدر نقول أن هي كانت بتقف بجوار المنتخب المغربي علشان يوصلوا لهذا المستوى بخلاف أنهم طبعا أغلبهم محترفين وأغلبهم وكذا لا الاحتراف ما فيه ناس كتير محترفين ما تعالك المنتخب برتغالي محترفين كافة المنتخب غانا كلهم محترفين كل منتخبات الأفريقية محترفين من مناسبة وعربية ولكن عشان تقدر تعمل توليفها تجمع بيها كافة هؤلاء المحترفين واتقدي بيه مستوى جيد فين كاس العالم يعني أنت مش رايح تلعب بطولة قرية لقد انت رايح كاس العالم طبعا مبارح رقم واحد لازم أشيد بوليد الرقراقي مدير فني مغربي ووطني من طراز أول من طراز فريد قدر أنه راجل مش كبير في السن راجل قدراته هائلة جدا إمكانياته رائعة جدا ده أحد أو إحدى كلمات السر المحترمة جدا اللي قدت لفوز المنتخب البغرمي بالأمس ده واحد لازم اتنين الروح العالية جدا الثقة العالية جدا للاعبي المنتخب المغربي مبارح أنت عندك إمكانيات في المنتخب الوطن المصري مش عايز أقارن لكن للأسف إحنا لما بنصل لمثل هذه المحافل الدولية بتتهز رجليك بتخبط في بعضها الناس ما تزعلش مننا هنتكلم على مصر لكن ألا أنا مش هدخلك في سكة تانية لكن أنا عايز أقول لك على طول أن المغرب مبارح أنت شايف 11 رجل في الملعب ومش 11 رجل فقط على الجانب الدفاعي لا ده على الجانب المهاري على مستوى اليقى البدنية على مستوى الإصرار على الفوز وثقافة الوصول لنهايات كاس عالم ده مش سهل يا جماعة ده ثقافة لاعب لاعب يبقى عنده ثقافة أن أنا أفوز وأصل لنهايات كاس عالم ولعب في دور 16 وصل لدور الثمانية لا ده ثقافة غير طبيعية تماما ده أحد كلمات السر أحد كلمات السر بالأمس في مباراة المغرب الأداء الرجولي والروح العالية وثقافة الفوز وثقافة اللي في نهايات كاس عالم عشان بقى بنجمع ده أيضا مبارح ياسين بونو حارس المنتخب المغربي ده مش إحدى كلمات السر ده ده سبب فوز المنتخب المغربي أقض أكثر من كرة ولا أخطر ولا أروح على مستوى المنتخب الإسباني وقدر أنه خلاص قال لهم كرة مش تدخل المرمى سمح أنت سوفته مبارح وهو بعد ما بيصد كل يعني دربة جزاء هو بيتحك هو ابتسامة دي حقيقة فالثقة دي جاية منين والهدوء ده هو بيرع في نادي إشبيلية الأسباني وهو متعود على اللعيبة الأسبان لكن الهدوء اللي هو كان فيه ده كان سببه إيه بصي أولي غالي حاجة العرب والأفرقى تحدي عندهم كبرياء جميل كبرياء يعني تشوف ابتسامتهم في الملعب رايحين ينبسطوا وراحين يفرحوا بكاس العالم وحارس زي ياسين بونو لما تبقى حارس متقلق وبيلعب في الدور الإسباني وتمشي معاه بهذا الشكل في كاس العالم في القطر ويلقى نفسه بيواجه منتخب إسبانيا واللعيب الأسباني اللي هو بيلعب في غسطهم هناك ده بيبقى ليه حافز غير طبيعي إنه هو يصل لأكثر درجات الفورمة العالية أكثر درجات الثقة والتركيز خلال المباراة إنه هو عايز يعلن عن نفسه ولما الكرة تمشي معاه بقى ومن بارحك الكرة مشيت مع ياسين بونو ومشيت مع المنتخب المغربي لما الكرة تمشي معك ويبقى عندك توفيق وجزء من الحظ مع أنك أنت فورمتك عالية جدا لازم تنتهي ابتسامة بص على محمد صلاحة ليبيا ابتسم على طول أجمل شيء لأي لاعب إنه هو يظهر ابتسامته على الشاشات وأمام الجمهير عشان يوري للعالم ثقته بنفسه ويهز المنافس بارح لما أنا أقف قدام المنافس الإسباني هو مش قادر يدخل الكرة المرمى وأشيل أكثر من الكرة مش عايز أشبهه بحد عندنا أسماء كتير ولكن ياسين بونو هشبهه بياسين بونو لأنه هو يستحق أنه يكون مثل في حراس المرمى مبارح بعد المباراة هاي لا يبقى لا في كاس عالم يا جماعة ما في العبش في بطولة عادية ولا في ندي لا يبقى لا في كاس عالم وأمام مطادور إسباني مش سهل تماما فياسين بونو مبارح يستحق رجل المباراة يستحق أنه يبقى من أفضل حراس البطولة مش عايز أقول الأفضل لأن أليسون بيكر طبعا مش حيسكت في المنتخب البرازيلي طبعا أحد أفضل حراس كاس العالم وأوروبا طبعا مستوى ليفر بول أيضا توقعتك إيه المنتخب المغربي اللي جاي إيه يقدر المنتخب المغربي بالمستوى اللي شفناه من أول مباراة لآخر مباراة هو ما وصلش بالصدفة عشان بس الناس تبقى فاهمة نحن النهاردة مش بنأمل وبنحلم ونفسدنا أن المنتخب المغربي يصل فقط لا ده أنت عندك منتخب قدر يوري لك نموذج للمنتخب القادر على الوصول لنهاية كاس العالم بالعكس على قدر أقولك أن هذا المنتخب يستطيع الفوز على البرتغال لو ظهر بنفس المستوى اللي هو عليه كيلال البطولة مش أقولك في المباراة الأمس فقط لا خالص أقولك على مدار البطولة كلها المنتخب المغربي عمل مباريات كبيرة عمل نتائج مشرفة تماما قدر يصل بالعرق والجهد لدور التمانية المنتخب البرتغالي كبير آه بس بحالات كريستيان رونالد ورفاقه وراموش وبتاع كبير بس بحالات إن باري عمل أكبر بطولة في الأدوار القصائية في دور السلتاشر ستة أهداف ستة واحد طبعا نص دستة أهداف يا حبيبي صعب جدا كنت تعوضها تاني أو أنك تشوفها أولاني وإنظار شديد اللهجة طبعا للمنتخب المغربي ولكن أنا بقولك إن المنتخب المغربي بهذا الجيل من اللاعبين هذا الإصرار على الوصول لنهاية كاس عالم بشكل يشرف المنتخب المغربي والعرب والأفرقة بهذا الشكل أنا بقول لكم المنتخب المغربي قادر هذه ليست أحلام لا هذا واقع والواقع شوفنا برح ملموس والمنتخب البرتغالي هيعمل ألف حساب فرناندو المدير الفني للمنتخب البرتغالي هيفكر ألف مرة قبل ما يواجه المنتخب المغربي وهيفكر ألف مرة قبل ما يقعد رونالدو على ديكة البودلاء شوفت إزاي بقى أن رونالدو أول مرة يفضل ما يبتديش المتش من ألفين وتمانية دي يمكن أول مرة تحصل من 14 سنة مباراة رسمية شوفنا فيها كريستيان رونالدو ما ابتداش المباراة في ديكة البودلاء على ديكة الحتياتي واللاعب اللي جابها دالو راموش جابها ترك شوفت ده زي بصي كريستيان رونالدو لاعب سيء الحظ جدا 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 حطي تحتيها مليون خط مؤخرا طبعا ناس كلها شايفة وعارفة وأحسن مننا لأنهم متابعين كريستيان رونالدو واحد يعني واخد أفضل لاعب في العالم كم مرة هو ميسي بتشاركوها مع بعض على مدار أعوام كثيرة جدا طبعا مبارح إيه وجهة نظر مدير فانيو بيحترموا جدا بمناسبة فرنالدو وضموا للمنتخبين ليه ليه سيء الحظ عليك برضو سيء الحظ أنه هو يعني الكرة الكرة بدأت ما تمشيش مع رونالدو شوية شوية ليه لأنه هو بينزل في اللحظات حارجة جدا وبيوعد لديك كتري بودلاء فمنشستر نايتد أضع على تاريخ كريستيان رونالدو هو شايف أنه قد يضع على تاريخ طبعا عمر دا ما يحصل تاريخ كريستيانو كبير جدا تفرج عليه واستمتع به هو يفضل تاريخ كريستيانو بيتحدث عن لدون رونالدو محدش هيتكلم عنه غير تاريخه بالمناسبة مش إحنا اللي نتكلم عنه ولا هو هيتكلم عن نفسه ولكن سوء الحظ سوء إدارة منشستيانو نايتد لملف كريستيان رونالدو فبيخلي تاريخه الرجل بيختتمه خلاص دي أخر نصف الكاس العالم من رونالدو خلينا متفقين هو قال أننا هعتزل كرة القضب نهائيا لو أخدت كاس العالم وأنا بقول لكم أن برتغال لو وصل التاني رونالدو لن ينضم للمنتخب لإذا فضل في الملاعب بهذا الشكل وبسوء الحظ اللي بيواجه أنه هو ما بيلعبش وبينزل في لحظات حارجة جدا إنبارح نزل أحرز هدف لم يحتسر إنبارح تشوفه هو واقف في الإحماء نظرات كريستيان رونالدو على الملعب نظرات كلها تأمل نظرات حزن نظرات تعب نظرات عن ذكريات كان هو الملك المتوج في هذه الملعب فلما يجي إنبارح يظهر وهو على دي كتب ودلاء الجماهير إنبارح قالت رونالدو رونالدو عشان ينزله الرجل إنبارح استجاب ونزل رونالدو في الدقاق الأخيرة الجماهير كلها مدرجات كلها كتب تهتف بإسم رونالدو علشان ينشاركوا في المباراة الحكومة نزل على كل حال إحنا لسه بنتفاجئ في المونديال ده وكل حاجة يعني واردة فيه وشوفنا منتخب زي منتخب الفريق المغربي طبعا اللي فرحنا بارح فاجئنا في الحقيقة لكن إحنا متأكدين إنه هيفاجئنا أكتر وأكتر بنتمنى إنه هو يفوز بأكيد كاس العالم لمونديال قطر عشرين واثنين وعشرين يعني سامح دايما قرأتك كافية ووافية وبتفهمنا كل حاجة بتحصل في الملعب شكرا لك يا سامح ونورتنا في صباح الخير مش سيئة شانت ومش سيئة مصطفى كنت شرفت بوجودكم ووجودي معاكم النهاردة على شكرا لك